موسيقى اخبار ورياضة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم يحتضن ملعب 5 جوليا الولمبي بالعاصمة الجزائرية في الصهرة اليوم قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكاف بين ابتحاد الجزائر ومودرن فيوتر المصري ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الثالث تواليا واعتلاء صدارة المجموعة الاولى حاملوا اللقب باتحاد الجزائر وبعد الفوز المحقق في جنوب افريقيا على حساب سوبر سبورت سيكون في مهمة التأكيد امام اقوى منافس له في المجموعة ويحتل الفريقان المركز الاول مناصفة بست نقاط فيما يبقى الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب افريقي من دون رصيد إنها مباراة مهمة للغاية في سباق التأهول إلى دور المقبل سنواجه فريقا قويا جدا نعرف جيدا امكانيات النادي ولعبه بالنسبة لنا لا يهمنا سوى النقاط الثلاث وسنبذل جهدا كبيرا امام فريق متماسك يمتاز بخبرة لعبه سنقدم كل ما لدينا وسنلعب بطريقتنا الخاصة في اللقاء الذي نعتبره خاصا بما انه بملعبنا وامام جمهورنا الذي يجب علينا ان نطبق من اجله كرة قدم جميلة بمستوى تقني كبير وتركيز عال وبهذا سنصل إلى هدفنا سنلعب امام فريق قوي جدا لقد حضرنا المواجهة بكل جد وتركيز نعلم اننا سنواجه فريقا محترما سيسبب لنا عدد صعوبات وسيكون هناك ضغوط على الطرفين وهو امر عادي المجموعة صعبة كما تعلمون والفريقان يبحثان عن التأهل واتمنى ان اكون من بين الفريقين المتأهلين وفي اخبار الدوريات الاوروبية سيكون ملعب لويس كومبانيس سهرة اليوم مصرحا لقيمة الجولة السادسة عشرة من الليغة الاسبانية بين برشلونة صاحب المركز الثالث وجيرونة الوصيف ويستهدف برشلونة تحقيق الفوز للاقتراب من ثناء المقدمة وتقليص الفارق عن جيرونة الى نقطة واحدة فيما يأمل المنافس في تحقيق الفوز واعتلاء الصدارة مجددا لتأكيد نواياه في المنافسة على لقب الدوري الاسباني ولم يفز جيرونة على برشلونة في اخر ست مواجهات جمعة الفريقين في الليغة في انتظار ما ستسفر عنه موقعة الصهر أحب مواجهة المنافسين الذين يلعبون بشجاعة مثل ما حدث عندما لعبنا ضد ريالسوسيداد تلك النوعية من الفرق التي تضغط على دفاعنا وتجعلنا مضطرين لإيجاد الحلول يمكن لجيرونة أن يضغط في منطقتنا ويحاول الاستحواذ على الكرة أعتقد أنهم الفريق الثاني والثالث من حيث نسبة امتلاك الكرة في الدوري الاسباني لذا ستكون مباراتنا معهم معركة من أجل الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة في إسبانيا دائما فرض ريال بيتيس التعادل الإيجابي على ضيفه ريال مادريد صهرت أمس بهدف في كل شبكة برسم جولة سادسة عشرة من الليغة وتقدم الدولية الإنجليزية جود بيلينكهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة الثالثة والخمسين لكن الرويبال أدركت تعادل لبيتيس عند الدقيقة السادسة والستين لأخرج جاريال مادريد بنقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى تسع وثلاثين نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرون الوصيف مقابل ست وعشرين نقطة لبيتيس صاحب المركز السابع أعتقد أن النتيجة كانت عادلة بالنظر لمجرية اللقاء أنا سعيد بآدائنا الذي كان جيدا سيطرنا بشكل كبير لكنها كانت مباراة صعبة لأن خصمنا لعب كما ذكرت بشكل جيد لذلك فإننا سعيدون بالخروج من هذا الملعب الصعب بالنقطة التعادل لا نزال في الصدارة لذلك دعونا نفاكر في المباراة التالية إلى إنجلترا إن اعتلى ليفربول صدارة الدوري الممتاز بفضله فوزه الثمين على كميدان كريستال بلس السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة ورغم تأخره بهدف ماتيتا في الدقيقة السابعة والخمسين هذا ليفربول يحقق فوزا مثيرا بفضل هدفي محمد صلاح أولا في الدقيقة السادسة والسبعين ثم إليوت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليصعد الليفر إلى المركز الأول ب37 نقطة بفريق نقطة واحدة عن أرسنال الذي انهزم ماما أستون فيلا لحساب الجولة ذاتها أنا سعيد جدا بهذا الانتصار كنا محظوظين في هذا اللقاء لنواصل مشوارنا الناجح في المسابقة لم تكن المباراة سهلة بالنسبة لنا إطلاقا الأداء كان سيئا من جانبنا في فترة طويلة على مدار اللقاء لم تكن لدينا الفرص لفرض إيقاعنا سريع بل سقط لاعبنا في مسيادة التسلل عدة مرات نبقى مع أخبار الدوريات الأوروبية وهذه المرة إلى ألمانيا أين ألحق إنتراخت فرانكفورت خسارة مذلة ببايرن ميونيخ عندما تغلب عليه السبت بخمسة هداف لواحد في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليكا وتعد هذه الخسارة الأولى لبايرن هذا الموسم بعد عشرة حسم نادي السد القطري قمة الدور القطري لكرة القدم على حساب غريمه الريان بأربعة هداف دون رد مساء السبت في الجولة الحادية عشرة من المنافسة اللقاء الذي يقيم على استاد جاسم بن حمد عرف تألقا لافتا للنجم الجزائري بغداد بونجاح حيث سجل هداف الخضر الهدف الأول للزعيم في الدقيقة السادسة والأربعين فيما ضاف الإكوادور بلاتا الهدف الثاني وبعدها عاد بونجاح لتسجيل هدفين عزز بهما تفوق السد وأحرز بونجاح الهدف الخامس له في مسابقة دور نجوم قطر والعشرة له في جميع المسابقات ليؤكد قلب هجوم المنتخب الجزائري عودته القوية هذا الموسم سعيا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم المقررة بداية السنة المقبلة بكود ديفوار أقيمت الجمعة منافسات بطولة برايف على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرية البحرينية المنامة ضمن فعاليات أسبوع برايف الدولي للقتال تظاهرة عرفت إقامة ثمانية نزالات كاملة المناسبة كانت فرصة للمصارع الجزائري طاهر حدب من أجل إعلان اعتزاله هذه الرياضة بعد معاناته من مشاكل صحية أعاقت عودته إلى مستواه المعهود الجزائري وخلال تصريحه بعد النزال الختامي بعث رسالة تضامنية إلى سكان غزة داعيا الجميع إلى الدعاء لهم جراء القصف الذي يتعرضون له يوميا من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أنتم تعرفون مشواري لقد كنت أعاني من مشكلة صحية كبيرة تعرضت لنوبة قلبية عام 2019 حاولت العودة إلى أعلى مستوى لكن كما تعلمون الآن الأمر معقد للغاية بنسبة لي هذا هو نزال الأخير إذا أريد أن أشكر الجميع من فضلكم أنا لا أمارس السياسة لكن هذا ليس الوقت المناسب للحب والسعادة لا تنسوا إخواننا في غزة وفلسطين لذا من فضلكم لا تنسوهم بالدعاء بارك الله فينا وفيهم وشكرا جزيلا لبرايف أتمنى أن أراكم يوما ما إن شاء الله ختام الموعد الرياضي مشاهدين على الأفاضل مزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف مصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة